ومن احنا بتتكلم على الاقتصاد وحاجات زي كده عايز سألك سؤال عارف يعني ايه مؤسسات مالية ومؤسسات لإدارة الثروات وما إلى ذلك وارد جدا تبقى حضرتك عارف مفيش خلاف اوكي عارف مدى صعوبة العمل في المهجر لو صح التعبير انك انت تبقى مثلا مصري يا سيدي هندي مش دي قص وبتسافر وتهاجر وتبدأ تبني نفسك وتشتغل على نفسك الى ان تصل الى انك مؤسس ومدير لواحدة من المؤسسات المالية الكبيرة ومؤسسات ادارة الثروات الكبيرة ايضا فتحتفي بيك واحدة من كبريات المجلات او المؤسسات الصحفية المعنية بهذه الامور الا وهي المعنية بالثورة زي الثروة زي فوربس فوربس احتفت وكرمت سيدة المصرية المنشأ والاصل ليلى بنس باعتبارها مؤسس ومدير لمؤسسة بنس لادارة الثروات سيدة ليلى بنس مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية تصدرت المركز الاول في قائمة فوربس لافضل مستشار ادارة ثروات على مستوى الولايات المتحدة الامريكية لساد السنة على التوالي تاتشوود ما شاء الله تحديدا في جنوب كاليفونيا طبعا ده بالاضافة لتصدرها للمركز الخامس في قائمة المجلة كافضل مستشار ادارة ثروات من السيدات بتاء التأنيس بقى على مستوى الولايات المتحدة الامريكية ككل طيب هل ما يحدث من ابناء الجالية المصرية او المهاجرين المصريين بعيد عن الوطن والحكومة اطلاقا بالعكس اطلاقا اقدر اقولك بالفم المليان زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر انه الحقيقة والله العظيم ده مش مجاملة السفيرة نبيلة مكرم عمل جهد لم يكن احد يتصوره في مسألة التواصل المستمرة مع الجاليات المصرية في كل مكان مهجر كان يعني المهجر ده بيبقى توصيف لمن ذهب وهاجر واستقر او في البلاد اللي فيها عدد كبير من الموظفين والعمالة المصرية على سبيل مثال زي دولنا الشقيقة في الخليج فهتلاقي انه وزارة الهجرة وتحديدا السفيرة نبيلة مكرم عاملين جهد الحقيقة مذهل ومكناش نتصور ان في وقت من الاوقات هيبقى في عندنا هذه الصلاة شديدة المتانة ما بين مصر الوطن الام وما بين ابناء الجاليات فالحقيقة الوزيرة هنقت السيدة المصرية ليلى بانس كواحدة من رائدات مؤتمر مصر تستطيع زي ما قلوكم كده بالتاء المربوطة